السلام عليكم شباب فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة الان بي اف ناس بعتولي الفيديو اللي انت هتشوفوه دلوقتي حالا وبعتلي فيديو قبل كده ولكن قلت بجمعها عشان ما كل شوية ما اتكلمش عن الموضوع ده وهو الشاب الجسمه الصراحة غريب وفي حبة كور كده واي حد عنده اي حاجة بعتلي على طول على صفحة الانستجرام بتاعتي وان شاء الله استجيب على طول وانفسر في ثواني ايه المشكلة يعني نبص كده دي البلاها بعينها نبص كده واحد في الجم عادي وعنده كورة ودراعه غريب حبتين اه كده بيوريك يعني وضع الصيد تراي سيب واللي مفيش تراي سيب اللي هي وضع العضلة بتاعت التراي بص كده يعني ده اول مرة شوفو منفخ بس منفخ منين مش بتاعه ودراعه دايما بنشوفها في الدراع وهنشوف النهاردة برضو راجل اسمراني الناس بعتولي بس قلت مش كل شوية تكلم عن الموضوع ده يا شباب هو ده الزيت السنسول تمام اللي انا قلتلك حوالي فيه سبعين لخمسة سبعين في المية زيت والزيت اكتريته او اكترية الناس او الشركات اللي بتحط الزيت ده زيت السمسم زائد فيه جزء كحول والجزء التاني خمستاشر في المية كحول وخمستاشر في المية مادة مخدرة وهوريك برضو البنات بيستخدموه النهاردة وازاي بيتفضل او قلبك بسكويتا هقولك في الاخر قبل ما نشوف الكلام المقرف علشان اخوف الناس اللي بيعملو كده ده ضارب بس ضارب فين بقى ضارب ما تفهمش بقى في دراعه بس او طبعا مش دراعه بس في اللاتس بتاعته او المجنص يعني والاتشست بتاعه ما تفهمش ده يعني دماغه راحت فين ما تفهمش طيب هحبه بس هوريك في البداية واحد بيدرب قدام العامة وده ولا فرق معاه اللي انا باخد زيت طيب انت جسمك حلو الفكرة جسمه حلو انا لانا مش داخل دماغي يا عم انت جسمك حلو ليه تحط الزيت ده ولكن قال بقى الشهر انت عارفين بقى قصة الشهرة اللي موجودة في عصرنا في الوقت الحالي خلاص يعني انت لو بص كده ما ننزل بص كده جسمه حلو بتاعته كويسة واكتف ومميزة الناس اللي ما عارفوش ان انا اه محلل في اللاعب الكمال اجسام في قناة لساية تحت عاوز اقول لك اساسا يعني ده جسمه كويس وجيناته كويسة يعني يكمل منشطات او ماكملش منشطات اكون فورميته تحترم جدا طيب نبص بقى هيدرب فين مفيش اي عيب يعني بص كده الباي سيب بتاعته كويسة انا مستغرى بالصراح اهو بيمسح دراعه يا عم انت دراعك كويس وجيناتك كويس حط كده قدام كل الناس واضرب يا معلم مرة في التانية ويحطوا ويكملوا مادة رخيصة جدا بتتباع على الانترنت عادي جدا في الاسواق ما تضرب يعم في اي عم او ايه بينزل شوية شوية زيت يا جدعان انت متخيل لزوجة الزيت عامل ازاي؟ وبيحط كل ده انا اعمالها بجري في الانت بتترش ايه وحل ايه وقرف ايه من لمواخزة يا جدعان بص جسمه حلو يعني هوريك بقى اللي جسمه زي النيلة ده الناس بعتولي الفترة اللي فاتت من حوالي وسبوعين ولا حاجة ولكن ما تكلمتش عليه وهو ايه ده يا جدعان ايه ده ايه ده هو كان ساعتها بعتولي بقى الشخص ده ايه ده ايه ده طبعا شفت الحقن الموضعي اللي حصل ده من البطل شوية من شوية كده ده بقى يعني كل شوية كل فترة والتانية ويخلي بالك بقبل ما بيروحوا للجيم نفس الكلام بيعودوا يحطوا الزيوت ديت وتلاقيه عادي في تغيير الملابس عادي وبيحط بص برضو ده نفس الشخص اللي الناس بعتولي انا قلت مش كل شوية تكلم عليها ولكن قلت بقى نخلي الموضوع مفيد علشان حتى الان ايه ده على طول الناس شغالة في الجزئية اللي هما يضربوا نفسهم بالحقن الزيت ديت علشان فاكرين والموضوع سهل بس هو الموضوع مش سهل انا قلت الف مرة وطبعا ما بنصحش المنشطات خد منشطاته ما ده اخدش البلاوة ديت يقولك عشان ايه اكبر على طول والكلام ده فعلا بيلاقوا حاجة ملحوظة بس ده بقى وقت منهم قوي الموضوع انتشر بص بقى ست حبيتها وريك ده زيت السنسول برضو بتضربه بتضربه في شفتها وشفتها تكبر بس اه اللي عرفوا بيسموه ايه يا جدعان اللي هما لما اخذها بيعملوا بيه صدرهم كلام ده سيليكون 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 اول مرة شوف واحدة بقى اللي هي بتضرب على فكرة ده بتضرب فعلا زيت السنسول في الشفة بتاعتها طيب عشان ايه ما ناخرش بتضرب برضو واحدة واحدة بص الشفة بتاعتها بقى تشبع شفة الخنزيرة طيب نبص بقى اي حد قلبه بسكويت ما يتفرجش معانا ده شخص برضو نفس الكلام ولكن هيخرج منه بلاوي شفت اللي كان اللاتس بتاعته او المجنص بتاعه في بقليلة كده طيب لو انت ما بتحبش المناظر دي ما تبصش معانا انا بقولك كده ليه والناس برضو الرغم اللي انا قلت يا جماعة مش حاوز اتكلم عن الموضوع ده تاني ولكن في ناس قالولي يا متحط يا متحط لازم توجه الناس والكلام ده علشان بعض الناس بعض الناس بيستخدموا الكلام ده وانا شفتهم بعيني وقلت كده الف مرة ولكن حبيت بوريك كده البنات بيستخدموه او بقوا يستخدموه يعني الزيت اساسا ما ينفعش يستخدموه يعني يستخدموا الحاجات التانية البلاوي اللي هي غلط بس ما يستخدموش الكلام ده طبعا زي ما انت شايف كده خرج بيوصل لمرحلة لإما موت لإما باتر. ماشي. نبص كده بقى واحد من العرب الحمد لله ربنا نجاة طبعا زي ما انت شايف كده عمل عمليات والحمد لله فضة البلاوة ديت وطبعا بيشرح واحد من الوطن عربي بيشرح إيه البلاوة اللي خدها وبيقول لك البومبويز وقال إنه بيطلق عليه البومبويز ومافيا المافيا بتاعت الكلام ده كله وللأسف موجودة حتى في وطننا العربي. يا دماغي الناس فين? الحمد لله حمد لله على نعمة العقل والله. دماغي الناس فين في الوطن العربي برضو. أنا مش فاهم الغربي عمليق بيحبوا يجربوا. إنما انت بتجرب ليه? الله يهدينا ويهديهم. أشوفكم على خير يا جدعان وبلغ عليكم بطلوا الكلام ده كله. أي حد عنده أي حاجة. بحطوا على صفحة الانستجرام بتاعتي ميدكس فيت. أشوفكم على خير فيديو جديد وحلقة جديدة. السلام عليكم وعلى احتراكاته الشباب الجميلة المحترمة.